برضو من اكتر الوقات اللي بتبقى شوية صعب الموضوع انه يعتمد على نفسه او يتحكم في نفسه وبرضو حضرتك قلتنا النقطة دي هي الفترة الليلية وهو نايم في الفترة الاولى انا مع حضرتك جدا انه بيبقى الموضوع صعب اوي بالليل تمام وبيبقى مش حاسس اصلا وبيصحى يلاقي الدنيا حواليه بايزة ومتدايق وبنلاقيهم فعلا متدايقين بعد شوية لما الموضوع بيتكرر منلاقي الام يا اما تصرفت بشكل هادي وخبت على الموضوع يا اما عملنا يعني ازعنا الخبر فاضل نطلع على السوشيال ميديا علشان نقول انه انا ابني معرفش اتحكم في نفسه او بنتي معرفش اتحكم نفسها بالليل امتى اعرف ان ابني عنده مشكلة خاصة في فترة بالليل اعرف امتى وعنده مشكلة لو عدل خمس سنين ولسه مش عارف يتحكم خمس سنين هو احب يدو رينج واسع شوية بس المهم ان انا في الفترة بعد اول خمس سنين انا اكون نفسيا محافظة على نفسية ابني يعني كل الاسباب النفسية اللي انا قلتها ناخد بالنا منها لو انا محافظة عليها وانا شايف ان ما فيش حاجة نفسية وفيش حاجة مضايقة في الحالة دي هشوف السبب العضوي او الطبي لو ما فيش يبقى نشوء يعني لازم نفكر نشوف ايه السبب المشكلة في ايه لكن لو لو السن كبر شوية عن الخمس سنين يا دكتور انا كده ما بقيتش في مرحلة السلوك بقيت كده في مرحلة مرضية اه انا هقول هو مرضي او سلوكي مش على حسب السن اه انا هقول على حسب طريقة التعامل وبعدين مرض دي لو انا كشفته خلاص اتأكدت ان هو مش مرضي فيه اسباب كتير مرضية زي ان الطفل يكون عنده مثلا امساك مزمن ده بيقصر عليه بالليل وبيخليه مش قادر يتحكم بالليل لو طفل مريض بالسكر بتفرق جدا معي فيه كمان معلومة انا عرفتها كانت يعني جديدة بالنسبة لي ان لو طفل عنده اللحمية ساعات بتقصر عليه ان هو التنفس بالليل بيتقصر فبالتالي بيدخل في نوم عميق فمش بيقدر ان هو يتحكم وبيبقى نايم مش حسس بنفسه يعني دي الدكتور بقى هو اللي يقول عليها انا سمعت طبيب كان قال المعلومة دي ففيه قزب كتير قوي طبية لازم ناخد بالنا منها وقات كمان الديدان لو فيه طفل عنده ديدان مش فاكرة نوعها ايه بالزبط بتضايق وهو نايم فبرضه بتخليه ما يقدرش يتحكم في نفسه فيه حاجات كده الدكتور هو لازم يستبعدها نتأكد ان ما فيش مشكلة فيها بس انا انا ما حددك جدا بس الفكرة انه المفروض او الطبيعي لما نقعد نفكر كده مع نفسنا هو متضايق وهو نايم مفروض يصحى مش المفروض انه يكمل لو نومه تقيل مش هيصحى يعني فيه اطفال نوم هتقيل فلو العاملين دول تجمعوا مع بعض مش هيقوم طب هل فيه روتين كده مفروض انا كام وانا خلاص انا قررت انه انا بداية من السن ده انا هبدأ البوتي ترينينج او هبدأ اعلمه على البوتي وانا يتحكم في نفسه هل فيه روتين المفروض الام تقوم بيه كده في اليوم او تعمله واخر اليوم برضو تعمل حاجة معينة سواء مشاريف سواء اكل تساعده على انه يتحكم في نفسه اكتر اه فيه يعني مشروبات بتزود ادرال البول والدي لازم نتجنبها قبل معادي النوم بفترة طويلة اي حاجة تحتوي على الكافيين الحاجات البني يعني 3-4 ساعات يعني انا بفضل عمتا اصلا الكافيين لو هتدي للتفل الكافيين هو بيقض سريعا في صورة شوكولت بيبسي الحاجات دي ياخدها الصبح لانها بتأثر على نومه مش بتخليه يعرف ينام كويس بلاس انها كمان بتزود عنده ادرال البول في اي حاجة غمقة بني بلاش منها نقللها او لو هناخدها يبقى الصبح ولو انا ابني عنده المشكلة دي بقى نحاول يعني انت بقى حاجة صغيرة قوي في اليوم نتفق معاها على دون فهمه ده ان الطفل يبقى عارف الاضرار بتاعت الحاجة دي تمام وان احنا طبعا نقلل الكميات المية قبل ما ينام يعني انا عارفة انها صعب ان احنا نبنعها خالص ونقولي الطفلة ام تشربش ساعتين قبل النوم مش حاجة سهلة ان احنا ننفذها فعلى قل نقلل الكمية شوية اشتركوا في القناة